من كرة اليد للكرة الطائرة منتخبنا الوطني للكرة الطائرة رجال هيتوجه اليوم إلى اليابان لدخول معسكر مغلق هناك حتى موعد التوجه للصين لخوض منافسات بطولة التحدي اللي هتقام خلال الفترة من 1 حتى 8 يوليو القادم والمؤهلة لبطولة العظماء السبعة للكرة الطائرة وأعلن المدير الفني الأسباني فرناندو مونزو لمنتخبنا الوطني القائمة المتجهة إلى اليابان بإذن الله واللي هتضم اللعبين التاليين اللي قدامنا على الشاشة في مركز الليبرو محمد رضا ومحمد رمضان المعد حسام يوسف مصطفى جابر في مركز اتنين رضا هيكل وسيف عابد في مركز أربعة محمد مصطفى لعبة وأحمد عزب ومحمد عصران وعبد الرحمن الحسيني وأحمد دياء في مركز ثلاثة محمد عادل وحماد عثمان ومحمد المهدي نتمنى كل التوفيق لهذه القائمة ولمنتخبنا الوطني للكرة الطائرة ويتمكن من أنه يعمل إنجاز طيب في بطولة العظماء السبعة وأعتقد استعداد جيد جدا للأولمبياد القادمة بكذا خلص تفاصيل أخبار العام الجمعية هنروح نتعرف على تفاصيل الأخبار العالمية